اشتركوا في القناة هذه العلاقات ومدى اهمية استمرار تعزيز الشراكة بين المنامة وواشنطن كحليف استراتيجي بسم الله الرحمن الرحيم داية نمسي عليكم والمشاهدين بكل خير والحقيقة شاكر تحت هذه الفرصة المداخلة في ظل هذه الاجواء الايجابية من التعاون البناء والمثمر والتي جاءت من خلال مشاركة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في قمة جدة للأمن والتنمية والتي قيمت بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين والتي جمعت قادة الدول في منطقتنا بحضور فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن من جهة أخرى لتؤكد على أن اللقاء يشكل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والملايات المتحدة الأمريكية وتدارس الحلول من أجل تحقيق السلام والتنمية لكافة شعوب الشرق الأوسط لمواجهة مشتركة تحديات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين والمصالح العالمية بشكل عام ولابد من الإشادة الكبيرة بالمضامين السامية لكلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والتي لامست الكثير من الأبعاد الاستراتيجية خاصة في العلاقات البحرينية الأمريكية ومن بينها التعاون المثمر والبناء بين القوات البحرية والسطول الخامس الأمريكي اللي يزيد عن 75 عام فالعلاقات البحرينية الأمريكية حافلة بالكثير من أشكال التعاون والشراكة خاصة وأن البحرين حليف وشريك استراتيجي رئيس خارج حلف الناتو وتشارك في مختلف القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار ولذلك تعمل الدولتين وبشكل وثيق على مواصلة السعي وبالتعاون مع كافة الدول الصديقة والشقيقة من أجل تعزيز الطرق السلمية والدبلوماسية لحل مختلف القضايا أما بالنسبة لملفات التعاون والمشاريع والمبادرات المشتركة فهي كثيرة من بينها على سبيل المثال ما تم خلال الزيارة الأخيرة لمعالي وزير الداخلية إلى واشنطن وما نتج عن اللقاءات والمباحثات الأمنية والسياسية رفيعة المستوى وأقرار انضمام مملكة البحرين إلى برنامج الدخول العالمي واللي يسهم في تسهيل حركة السفر للمواطنين البحرينيين ضمن الخدمات الكثيرة التي تصب في توفير حياة كريمة للمواطن البحرين وفي الختام ذا سمحتولي يسرني أن أؤكد على أن البحرين وبتوجيهات من جلات الملك المعظم وبمتابعة واهتمام من الحكومة الموقرة برآسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ماضية في الدفع قدما بالعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية نحو مستويات أكثر تقدما ومواصلة تعزيز المسارات الثنائية في كافة المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين نعم الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين ندى الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك